الكيان الذي يمعن في قرصنة التاريخ والجغرافيا ثم داماً يقرصنه عصى موسى أو موزيس ستاف هي واحدة من هذه المجموعات التي تتحدث عنها وسائل أعلام إسرائيلية يقول أعلام الاحتلال إنها مجموعة إيرانية ويسرد تفاصيل عنها يقول إنها فاقمت هجومها السيبراني ونشرت معلومات تتضمن معطيات سورقة من حاسوب وزارة الأمن الإسرائيلية عن مئات الجنود وطلبة مدارس إعدادية ما قبل العسكرية في مكان آخر من يديعوت أحرنوت أيضاً يقول النص إن ملفات المجموعة نشرت في الأيام الأخيرة تفاصيل كاملة لجنود الاحتياط في وحدات عسكرية وتتضمن أسماءهم ورتبهم ووظائفهم العسكرية والتوضيحات التي قدمها كل واحد منهم عن سبب عدم التحاقه بالاحتياط كأن يبرر جندي مثلاً غيابه لأنه في شهر العسل كما نشرت صور بني جانتس مع تهديد بأنه قيد المراقبة بالإضافة إلى سلسلة تسريبات لمخازن معلومات مع تفاصيل عن آلاف الإسرائيليين سرقت من حواسيب عدة شركات خاصة ويتعلق الأمر بحسب تقديرات الموقع بمجموعة إيرانية هدفها التأثير في الوعي الملفات تنشر في موقع التسريب للمهاجمين على الشبكة المظلمة دارك نات وفي مجموعة تيليجرام وفي تسريبات عصى موسى الأخيرة يرى الإعلام الإسرائيلي أن العبارات المستخدمة عدوانية فضة وعلى سبيل المثال إنها مجرد البداية مستمرون في القتال حتى كشف جرائم أخلاقكم وإلى بني جانتس نعلم كل قراراتك وأخيراً سنستهدف المكان الذي لا يخطر ببالكم سننشر كل المعلومات حتى يعرف العالم كل جرائمك عصى موسى تنضم إلى مجموعات مشابهة مثل بلاك شادو وبيتو كي وغيرهما وجميعها تدعو الجمهور إلى تسريب معطيات له كي يكشف جرائم الصهاينا في فلسطين المحتلة كما ورد حرفياً